وصل رئيس مجلس النواب سلطان البركاني وما هو عضواء المجلس علي العنسي ونصر الزيد إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة للمشاركة في المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي ويناقش المؤتمر خلال الفترة من السادس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من مايو الجاري بمشاركة رؤساء برلمانات وممثلي الوفودة البرلمانية العربية يناقش الوضع الراهن والقضايا التي تهم الأمة العربية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها وفي مقدمتها ماجري في غزة ورفاح من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وحصار للشعب الفلسطيني وتجويع وقتل وممارسات إسرائيلية وحشية وكان في استقباله فور وصوله إلى مطار هواري بومديان الدولي بالعاصمة الجزائرية نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مسعود قصري وسفير اليمن لدى الجزائر علي اليزيدي هذا وسيشارك رئيس مجلس أنواب باللقاء التحضيري والتشوري الذي سيعقده رؤساء المجلس ورؤساء الوفود كما سيلتقي البركاني على هامش مشاركته في المؤتمر عددا من رؤساء المجالس والوفود المشاركة لمناقشة جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك هذا وكان عضو المجلس عبد الكريم الأسلامي قد شارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر